بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معاكم من كتب محمد عباس هنتكلم اليوم عن الأسليب الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقريبا أكثر من 10 أسليب معظمة مستسقى من الأسليب اليوانية وهنتكلم عن أسلوب رائع طبعا قبل ما أكمل الحديث عن أسلوب اسمه دانزان دانزان ريو فضيع هذا الأسلوب والمؤسس فعلا سيما يقوله حطيته على الجرح يعني أنا ما لقيت أسلوب إلى الآن بيجمع بين جوانب علاجية وبين الطب وبين فلسفة في التدريب وبين أسليب دفاعا كهذا الأسلوب على الإطلاق إلى الآن لازم نعرف ضمن علاقات الأسليب ببعض زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية في مثال آخر بحب أن أعطيه جيغورو كان مؤسس الجودو في فترة من الفترات استضاف فونكوشي مؤسس الكاراتي الحديث يسموه The Father of الكاراتي الحديث نيو كاراتي فونكوشي بيلعب كاراتي كان في أوكاناوا و جيغورو كانوا في توكيو اليابان استضاف جيغورو كانوا استضاف فونكوشي علشان يقدم عرض للكاراتي في الكودو كان في مدرسة تدريب الجودو في اليابان فهنا بنشوف إحنا كيف أنه أسلوب برضو ممكن يدعم أسلوب آخر يعني بدل ما يعادي يدعموا هم في الأخير يابانيين هم الأثنين من اليابان فبالنسبة لهم أن هم يقدموا والآن أصبح فيه اتحاد نحن بنمارس الشتوكان اتحاد دولي للشتوكان والتحاد دولي للجودو ودخلت أيضا الجودو في ألعاب الأولمبية طيب دانزان ريو هذا أسلوب من أسلوب الدفاع النفس في أمريكا لكن أصل طبعا ياباني الأساس في ياباني كلمة ريو تعني نظام هتشوف دائما كلمة ريو في أسلوب الكارتين معناها نظام دانزان ريو أحد أسلوب الجوجيسو التي أساسها يعني هو بيركز أكثر بسيعة الجوجيسو والجوجيسو على فكرة في أسلوب الجوجيسو فيها قتال بالأيادي وفيها ركلات وصدات ولوي مفاصل وفيها أحيانا بالأسلحة وفيها برضو مصارعة أسسها واحد اسمه سيشيرو أوكازاكي أوكازاكي هذا صراحة نسطورة هذا ولد في اليابان راح حاجر على هواي في أول التسعينات من القرن الماضي يعني تقريبا من مئة سنة وكما هو واضح فإن أصل هذا الأسلوب ياباني وموليد اليابان انتقل بعد ذلك ولد في اليابان راح على هواي كان فيه كثير من الأسلوين في هواي والأسلوب هذا في الأخير اللي سواه أوكازاكي انتشر في بالذات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية يعني في كاليفورنيا أوكازاكي هذا لما كان صغير كان يعاني من أمراض في جهة التنفسي وبدأت هذا الأمراض بالتلاشي عندما بدأ يمارس فنون الدفاع عن الناس فكان هذا هو الدافع الأكبر لديه لتعلم هذه الفنون وتعليمها وبعدين أعطى نفسه اسم غربي سمى نفسه هنري هنري أوكازاكي تولد في 1998 ومات في 1951 يعني تقريبا عاش حاجة وستين سنة طيب نتيبوا للمعلومات هذه جدا شيقة هذه الحلقة على فكرة تعلم عشان احنا نشوف الربط كيف لأنه في ناس زي ما قلنا بتوقع أنه الأسلوب يدفع نفس مجرد فقط أسلوب قتالية الآن هذا التشافة تعلم فترة في هواي على يد مندربين أسيويين بعدين رجع على اليابان في 1922 24 وتعلم كمان مرة أسليب هنذكرها الآن تعلم سبعة أسليب للدفاع النص اللي يقول لك انت ليش بتلعب أسلوبين أو ثلاثة ورجع بعد كده على هواي ليؤسس هذا الأسلوب تعلم أسليب هنذكر لكم هي من ضمن أسليب تعلمها جوجيتسو جودو كاراتي كونغ فو كيندو هوايان لوا هذا أسلوب خاص بهواي و سبعة أسليب دفاع النص تعلم في خلال حياته قبل ما يأسس هذا الأسلوب طبعا انت بتبحث هذا العلوم بتشوف حاجات انت ما كنت تعرفها فتتعلم هي حاجة ثقافية صراحة هو سمى الأسلوب هذا على اسم مدرب الصيني مدرب الصيني كان هو درس اسلوب اسمه تشن نا تشن نا هذا الأسلوب يعلم السيطرة على المفاصل الخصم أو إقفال المفاصل والسيطرة على الأعضلات أو الأوتار حتى لا يتحرك الخصم هذا السلوب الصيني فهو سمى هذا المسلوب حقه دانزان على اسم المدرب الصيني حقه الاسمه وو تشونغ أنا نشوفه كيف يعني هذه المعلومة برضو جت والواحد بيبحث في علوم الدفاع عن النفس التسمية وو تشونغ في اللغة اليابانية تعتبر بسمه عليها يعني استخدموا كذلك هذا الاسم لتكريب مدربه زي ما احنا قلنا باللهجة في هواي تنطق تانشان اسمه هذا وو تشونغ ينطق تانشان فيه في اللغة اليابانية حاجة اسمها كانجي ففي اللغة اليابانية في الكانجي هذا تنطق كلها على بعضها هذه الكلمة دانزان وتعني جبل خشب الصندل الكانجي أنا ماعرفش فيها الكانجي إلا لما جيت على هذه الكانجي هي الأحرف الصينية اللوغرافية المستخدمة في نظام الكتابة الياباني كلمة اللوغرافية تعني حرف مكتوب يمثل كلمة أو عبارة يعني رسمة طير مثلا رسمة معينة أو حرف معين هو يعني عبارة بدل ما نلتو عبارة كاملة بعمل رمز معين كده بطريقة صينية هذا يرمز إلى حاجة معينة إلى كلمة زي مش اختصار ولكن قد ينظر إليها من هذا المنظور حاجة بتسمى لوغوغرام ولوغوغراف يعني لوغوغراف أو لوغوغراف هذه هي عبارة عن اللي هي جاي منها منبثقة منها الكانجي في اللغات المكتوبة فيه لوغوغرام واللوغوغراف هي عبارة عن حرف ومثل كلمة أو مرحلة وزي ما احنا قلنا والأحرف الصينية بما في ذلك الهانزي الصيني والكانجي اليابان اللي هي أخذ منها هذا الاسم حق الاسلوب والهانجا الكورية هذي كلها تعتبر لغات لوغوغرافية مثل إيش عشان أنا أقرب الصورة عشان لن نتشتت بس هي بس كده معلومة يعني على هامش الحديث عن الأسلوب الدفاع مثل اللغة الهيروغليفية عند الفراعنة شكرا الفراعنة كيف كانوا بيكتبوا رسومات هذي هي يبارة لغة بعدين واحد وهكذا وبعدين أوكازاكي هذا الياباني مدرسته اسمها كودينكان كودينكان ولا تتعني مكان مدرسة التقاليد القديمة يعني كودينكان معناها The School of Ancient Tradition هذا الاسم مشابه لاسم مدرسة الجودو اللي احنا ذكرناه اللي هو الكودوكان وكلمة كودوكان تعني مكان مدرسة الطريقة أو الأسلوب ويطاضح لدينا هنا أن كلمة كان تعني المكان طيب إيش كان يميز أسلوب تدريب أوكازاكي أوكازاكي هذا رائع جدا كان أسلوب يدريبه يعلم الكبار اللي هم بعدين يصيروا متقدمين سينير شتودينس وهذول السينير شتودينس متقدمين يعلم الطلاب الجدد وهكذا فهذه كانت أسلوب التدريب حق أوكازاكي كان هو الفلسفة التأسيسية لاتحاد الجود والجدس الأمريكي إنه تدرب مجموعة وكل إنستركتر صار أدفانس تدرب مجموعة وهكذا طبعا هذا أسلوب ذكي جدا أول حاجة هو بيشيل عن عاطق وحمل كبير إنه يدرب قدام وجدات في كل الأوقات القدامة هم اللي بيأسسوهم في الأخير هو طبعا بيديهم التتشز حقته كمدرب عام وفي نفس الوقت تنتشر الأسلوب وتنتشر المعرفة بطريقة سريعة جدا وبعدين كان هو مستعد لتعليم كل الناس حتى غير الأسيويين وأيضا النساء وقد استهجنت ذلك أجزاء من الجالة الأسيوية في هواي في ذلك الوقت زي ما استهجنوا لما نبرسل الصيني كان يدرب بنون دفاعا للنفس للأمريكان برضو الصينيين استهجنوا هذا الشي كيف تدرب للأجانب كتب وكذاكي مدونة أعطاها لتلاميذه الأدفانس المتقدمين سماها اكتسبتوا جسدا من حديد وهي عبارة عن تقنيات شفاء وعلاج مرتبطة بالتدريبات الدفاع عن النفس هو كان من المهتمين جدا بالنظر إلى فليب الدفاع عن النفس أيضا كالنظرة علاجية يعني عندك ألام في مفاصل ألام في مشاكل صحية مشاكل نفسية فبيدخل الأرض إحنا كنا نشوف صغار اللي حضر أيام كبامارو نينجا كبامارو لما نشيزون كسر يده وراح هو عمله كده وصلاح له ورجع له مفصل مكانه سواله علاج طبيعي سواله إسعافات أولية فهذا الشيء حاضر على فكرة في مدربين معالجين في نفس الوقت يعني تلاقيه يقدر يعالج أنه هو دارس وعارف كل مكان كل مفصل وكل مكان كل عظمة وهكذا فهو دارس سبعة أسليب دفاع عن النفس وعمل سبعة أسليب للتشافي والعلاج وهذا هو الدانزان أسلوب الدانزان ريو لما تسمع كلمة الدانزان إذن هو في علاج فإيش سوى سبعة healing arts أنا هقول اسمها بالإنجليز بعد ذنب العربي أوكازاكي therapy bone setting شياتسو وrestoration first aid و cpr joint relocation و meditation فهو بيعلم الأسلوب إنت عشان تتعلم الدانزان ريو هذا هذا الأسلوب تبقى تتعلم ولازم تتعلم أسليب الجوجيتسو والجودو والكاراتي والكونفو والكندو والهواين لو أو لواء والنايف فايتنج طبعا مش هتتعلمها كلها هو أكيد أنه أخذ من كل الأسلوب أفضل ما فيه ولازم تتعلم الأسليب هذه healing arts healing arts اللي هي عنده عمل طريقة علاج أوكازاكي سمعها باسمه عبارة عن طريقة للتخلص من الألام عن طريقة الضغط على أماكن معينة في الجسم وعلى قطة في بعض زي واحد يضغط لك هنا عندك ألم في الرقبة يجيضغط لك في مكان هنا في يدك عشان يعالجها طريقة جبر كسورة العظام التي ظهرك قبل وجود طب العظام الحديث يعني واحد لازم أحضاء كسر رجله أو يده كيف عنده art يعني عنده مدونة كيف واحد كسر رجله في المدرسة هذه اللي تعلم مكفلو الدفاع عن النفس تعلم لو واحد كسر يده أو رجله كيف أنت تسوي له جبيرة نوع من أنواع العلاج عن طريقة المساج باستخدام الضغط بالأصابع أو القدمين وأحيانا باستخدام نقل وزن الجسم يعني مثلا ممكن تمسك رجله مثلا يعني هو يعتبر يندرج تحت المساج إعادة التأهيل بعد الإصابات في سيستم في هذا الأسلوب الإعسافات الأولية والسي بي آر هو اللي يعاش القلب الرأوي هذا بدلين علاج المفاصل ويعادتها في مكانها في حال حدث هناك خلع وآخر حاجة بيدرب أو بيدرس هذا النظام الدانزان ريو مدرسة متكاملة صراحة رائعة جدا هو التأمل مديتيشن ويقال إنه أوكازاكي هذا كان مسؤولا عن دليل المقاتلين دليل المقاتلين الميدانيين للجيش الأمريكي في الحرب العامية الثانية اللي اسمه هذا الدليل اسمه المانويل هذا اسمه FM 21-150 وطبعا كله قصة يعني في أيام الحرب العالمية الثانية وبيرل هاربر وكانوا يخدوه من ضمن الناس اللي حب سوم الليبانيين بس الـ FBI طلعته يعني قصة طويلة عريضة يعني ما لا علاقة فعلا بأسليب الدفاع لنفسك لكن تقدر تشوف وتستشف هذا من أحلى الأسليب اللي يعلمك إيش اللغات اللي تكتف فيها يعني لما جاب هذا الاسم بس عشان أنا أعرف وأنا ببحث في هذا العلم وفي هذا الأسلوب أبعرف من فين جاب لازم إحنا زي ما قلنا كممارس فينون دفاع الناس إحنا تعرف معنى الكلمة كاراتي معنى ندي الفارغة كونفو معنى همهارة وجهود وهكذا فأنا بشوف الاسلوب هذا مش همور عليه مرور الكيرام أبعرف من فين جا تحر الكلمة هذا المسمى دانزان من فين جا فدخلني في في اللوغو جرام واللوغو جراف طيب الاسلوب الذي يليه الكاراتي الأمريكي American Karate هذا ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1946 يعني وانت بتدرس هتعرف متى الحرب العالمية التانية بدأت متى انتهت الحرب العالمية الأولى متى مثلثة التجارة تكلمنا عليه فانت بتخش في مواضيع تاريخية وانت مش عارف وانت بتبحث وبتقرأ وبترجم بدأت على يد روبرت ترياس هذا متقاعز في البحرية الأمريكية ودرس هذا الرجل في فينيكس أريزونا يعتبر من معلمين كرتين الأوائل في الولايات المتحدة أمثال إيد باركر هو مواطن من هوايل أصل وخبير في خفر السواحل حصل على حزام الأسود في عام 1953 يعني يبدو انه بدأ في تأسيس الأسلوب قبل ما يصبح حزام أسود أو على وشك وعندك بعد كده جورج ماتسون الذي بدأ في الدراسة أثناء وجودي في كناوة عام 1956 وبيتر أوربان أحد أفراد البحرية المتقعدين والذي بدأ التدريب في عام 1953 هذه الشخصية التي احنا ذكرناها على رائح سيعة روبرت ترياس أو تريوس لا أعرف كيف تنطق بالضبط ما عندنا عيشت هناك عشر سنوات بس فيها أسماء برضو غريبة زي عندنا احنا العرب في أسماء غريبة أحياناً أو صعب نطقها فلذلك الأمريكان كاراتي لا ينسب لشخص بعيني لأنه في أكثر من شخصية هم اللي أسس بأمريكان كاراتي لكن عراسهم روبرت هذا أوكي كان معظم معلمين كاراتي قبل 1946 معظم المعلمين كاراتي خارج اليابان في إقليم هواي يعني في معلمين يابانيين كانوا في إقليم هواي قبل أن تضم تضم من الولايات المتحدة هواي لها أو تصبح هواي تحت سيادتها ويصير هواي كأنها جزء من الولايات المتحدة فلذلك سمي أمريكان كاراتي يعني هم كانوا معلمين أسويين بيدربوا كاراتي بعضهم كان مولود في هواي تعلم يعني هو مولود في هواي لكن تعلم على يد واحد ياباني كان معايش في هواي أو قدر فترة هناك في هواي فعلموهم فلما خلص الحرب العالمية الثانية وانضموا هواي للولايات المتحدة أصبح اسمه أمريكان كاراتي واللي هو في الأساس ياباني طبعا والأسلوب اللي تدرب أكثر حاجة ومتأثر بأسلوب الكاراتي الأمريكي هو الكيمبو كيمبو تعني أسلوب القضة كلمة كيمبو في الكيمبو في أسلوب اسمه كوشو شيريو ريو هذا هو الأسلوب اللي هو كان الأسيويين وكان المحليين فقط في هواي بيدربوا وفيه شخصية اسمها جيمس ميتوسي هذا قدم الأسلوب هذا للعالم من خلال تلميذي ويليام تشو ففيه واحد اسمه ويليام تشو تدرب عليه جيمس وبعد كده ويليام تشو هذا نشر الكاراتي الأمريكي للعالم ويطلق عليه اسم الكاراتي الأمريكي عموما بعد أن تم ضم هواي لأولادة المتحدة زي ما احنا ذكرنا وفي الخمسينات والستينات بعد ذلك وصل العديد من المدربين الكاراتي اليابانيين إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية التانية تزامناً مع وصول المدربين كوريين لتدريب التاكواندو يعني المعنى أنه بعد الحرب العالمية أول حاجة عشان بس نلخص بطريقة عشان لا نضيع يعني كانت هواي هي منبع ومصدر الأمريكي كاراتي هذا رقم واحد بغض النظر عن الأسماء لأنه كثير أسماء المؤسسين واللي لعبوا كاراتي من المواطنين المحليين وسكان المحليين لهواي في الأساس هذا رقم واحد رقم اثنين بعد الحرب العالمية التانية فتحت الأبواب بكثير الهجرة وجاء كثير من مدربين اليابانيين لتدريب الكاراتي في أمريكا والكوريين لتدريب التاكواندو المعنى إيش؟ المعنى أمريكا فعلا عرفت الكاراتي والتاكواندو بعد الحرب العالمية التانية ومن ضمن هؤلاء المدربين اللبانيين المميزين الماستر هيرو يوكي حمادة هذا مدربي هذا دربت عنده عشرة سنوات دربت في عدة أماكن في ولاد فيرجينيا من أهم جامعة أول دمينيون أنا تتلمذت على يده تقريبا عشرة سنوات لأن أخذت عنده الحزام الأسود هو كان يقولي أنت أول عربي يدرس عندي طبعا كان له 30 سنة الآن كمل فوق 40 يمكن داخل في 50 سنة بدار الكاراتي المزار على قد الحياة أول عربي كنت أخذ من عنده الحزام الأسود وكان الكلاس أغلبوا من البحرية الأمريكية والجيش الأمريكي لذلك كاراتي زي ما شفنا كثير من المؤسسين وكانوا في البحرية الأمريكية ومتأثر كثير يعني بيعلموه في النافي والأشياء هذه واللي في البحرية وفي الجيش بيركزوا كثير على كارتين ماخدين كثير تكنيكات والآن دخل البرازيلينجيسو أيضا في هذه التدريبات وواحد من أشهر المدربين والمعلمين أيضا كانوا من مواليد الولايات المتحدة مثل الممثل الشهير تشاك نوريس هذا تشاك نوريس هو في الأخير سوى أسلوب كمان درسوا عدة تدريب وأخذ عدة تحزيمة سوداء وطلع أسلوب خاص فيه هنتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة وفي السبعينات خلاص صار فيه بطولات كارتين رسمية وبطولات كيك باكسينج رسمية بسبب كثرة معلمين للكارتين هؤلاء زي ما احنا ذكرنا لا أحد استطيع نسب الكارتين الأمريكي للمؤسس واحد بعيني وأخيرا في عام 1996 تأسس الاتحاد الأمريكي للكارتين حاول دائما نخلي الحلقة أقال من 20 دقيقة فإن شاء الله نستكمل حديث عن باقي أساليب بالدفاع عن النفس الأمريكية في الولايات المتحدة اللي بعده هنتكلم عن تشان كوك دو اللي هو الأسلوب اللي سوى تشاك نوريس ونعرف تشاك نوريس هذا ليش مميز وليش مشهور اللي يمثل في فيلم مع بروسلي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته